منظمة صحة العالمية أعلنت مبارح أنه خلاص فيروس كورونا لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية بعد حوالي ثلاث سنوات من المخاطر اللي العالم كل الحقيقة تعرض لها واللي تسببت في وفاة حوالي سبعة مليون شخص حول العالم صحيح لكن رغم هذا الأعلان لسه البعض متخوف من المتحورات الجديدة لكورونا واللي بتكون فيه أحيان كتير شديدة العدوى وبتنتشر أيضا بصورة كبيرة عشان كده خلينا نتساءل هل فعلا أنت خطر كورونا ولا لسه مستمر ده اللي نعرفه من دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوباء صباح الخير راح لك دكتور نور صباح الخير صدر جمانع صباح خير دكتور يهلم حضرتك الحمد لله يعني أول حاجة خلينا نقول خطوة كنا مستنينها بقى لنا كتير يعني فالحمد لله ومبروك الحمد لله إحنا وصلنا للمرحلة دي بعد سنين من العدوى والاحتياطات يعني رفع الاستعداد في السياسة الصحية بس خلينا نقول برضو أن درجات التأهب هي مثلا زي الدرجة القصوى في الوعي الصحي أو في المستشفات هي ليها علاقة أكتر بالسياسة الصحية ملهاش علاقة بالعدوى وملهاش علاقة بإحنا احتياطاتنا واحترازاتنا عملة إزاي يعني إعلان منظمة الصحة تخفيض حالة التوارئ العالمية معناها أن أنا بخفض من السياسة الصحية للدول من حيث المنافذ يعني مثلا مش محتاج أن أنا أكشف على الداخلين مثلا والوافدين من حيث الصفر ما بين الدول من حيث رفع درجة الاستعداد في المستشفات أن أنا بعندي مخزون من الاستراتيجيات بتاعت الأدوية بتاعت البروتوكول ده كله سياسة صحية ده هيتخفض لكن ده مولوش أي علاقة بين في فيروس أو لا هو في فيروس الفيروس مكمل إحنا في شهر إبريل كان عندنا في حدود 2.700.000 إصابة و16.000 وفاة فبالتالي لسه فيه إصابات ولسه فيه وفيات لكن هي المعيار اللي بيخليهم يخفضوا درجة التأخب من الدرجة القصوى أنها تنزل تبقى بدل ما هو بانديميك أو وباء عالمي تبقى انديميك أو مرض متوطن هو إن نسب الوفيات كمان قلت إحنا بنتكلم أول ما بتدينا ما بين أو متذكرين ما بين 2% لـ 3% إحنا بنتكلم دلوقتي 0.1% فبالتالي نسبة الوفيات نفسها قليلة المناعة بتاعت الجسم عندنا بيت أحسن فحتى لو كانت المناعة المسؤولة إحنا عندنا نوعين من المناعة الـ B والT لو كان المناعة المسؤولة عن الإصابة صحيح إلى حد ما تأثيرها مش قوي فبالتالي اللي واخد فاكسين أو العدوى قبل كده ده مش فارق كتير إنه يجيله إصابة أو لا تقريباً الفارق 1.4 حاجة قليلة لكن منع دخول المستشفى والوفاء ده تقريباً للناس الفاكسينيت ده واللي جالهم عدوى قريب بيقل 90% فبالتالي الإصابات تفضل عالية لكن إحنا شايفين وفيات قليلة للغاية حتى في محطنا يعني نقدر نلاحظها ما بقاش في دخول المستشفىات كتير ده في محطنا في ملاحظات تانية كتير يعني خلاص ما بقاش في حد يقول أنا عندي كورونا أصلاً صح؟ دلوقت يعني خلاص النسبة اللي هو البرد العادي يعني وبنتعلم معاه عادي وما بنتمشين نحن نجيب بروتوكول أو أساساً ما بناعملش الفحص عشان نتأكد زي كانت كورونا على برد عالية ده صحيح احنا بقنا تقريباً سنة ما فيش حد بيعان بيعمل بيسي وار هي الأوميكرون قريب شوية من الأنتفلوانزا فالناس بتعالجوا وتعالجوا الأعراض وده الصح مش محتاجة أخذ بروتوكول كامل محتاج بس أعالج الأعراض صحيح فيه حالياً متحور أجدت شوية ولكن برضو ما هواش أكثر شراسة الـ XBP116 كل الاختلاف فيه برضو شوية انه هو بيجيب التهاب في ملتحمة العين فتلاقي العين محمرة شوية وده الحاجة المميزة فيه لكن بيت أعراضه زيها زيها الآن في الوانزا وبرضو خلال أسبوعين بيروح هي دايماً المشاكل بتبقى الناس اللي عندهم مشكلة في المناعة زي ما دايماً من الكلب أو الناس اللي بتاخد أدوية مصبتة المناعة أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة غير كده الموضوع خلاص بقى ثالث جداً الحمد لله في خلال أسبوع أسبوعين ماكسمم الشخص بيبقى كويس طيب دكتور حضرتك قلت انه الموضوع متعلق ده الإعلام متعلق أكتر بفكرة السياسة الصحية هل السياسة الصحية دي زي ما شرحتها كده ممكن بعد ممكن يحصل متحور أو ممكن يبقى فيه زيادة في عدد الإصابات أو 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 هل فكرة التعامل مع السياسة الصحية أو تقليلها ده ممكن يكون سبب فيه انتشار متحور آخر أكثر قوة وأكثر انتشار أو أكثر عدوى ده سؤال كويس جداً احنا بقلنا فترة ملاحظين مع رفع الاحترازات في الدول اللي رفعت الاحترازات اللي بيحصل فمثلاً يعني آخر حاجة الأكتوريس اللي موجود حالياً مثلاً ده في الهند طلعاً من الهند الهند ما كانش فيها إجراءات احترازية وفيها إصابات وكل مرة احنا بنقول لكل مرة بيحصل إصابة كل ما فرصة التحور بيزيد فإحنا متكلم في دولة فيها مليار ونص بني آدم تقريباً التحور اللي حصل هو التحور اللي طلع المتحور الجديد اللي هو الـ XBB116 برضو التحور اللي موجود فيه تحور بسيط خليه أكثر انتشاراً ولكن ليس أكثر شراساً فبالتالي احنا ابتدينا نعرف وكان لسه فيه دراسة ضريفة اتنشط في أن الجسم ابتدى يبقى فيه حاجة بيسموها أن جسمنا نفسه بقى فيه مناعة جيدة للتعرف على المتغيرات حتى اللي هتحصل في المستقبل فالدراسة دي برضو من ضمن الدراسات القوية اللي دعمت القرار أن حتى لو هيحصل تحورات المناعة اللي بقت موجودة في جسمنا بقت قادرة على التعرف على التحورات لمنع تفاكم الإصابة مش منع الإصابة منع دخول المستشفى ومنع الوفاة طيب بس منظمة الصحة العالمية قالت كمان أنه مازال خطر فيروس كورونا هو خطر يهدد البشرية ودي حاجة قال لأ برضو يعني ما احنا احنا كنا اتطمننا شوية لما رفعوا أو خففوا القيود شوية لكن رجوا برضو على الجانب الآخر قالوا أنه مازال خطر يهدد البشرية ده صحيح ده الاختلاف طيب إزاي هم قالوا النسبة لزام حتك ذكرت كمان أن عدد الوفيات قل يعني هم عايزين يفرقوا وديه مهمة نوضحها ما بين أن أنا بخفض سياسة صحية ما بين أن الفيروس والأصابات موجودة يعني أنا في الآخر بتكلم على أن كل الإنذار اللي حصل من نظام صحة العالمية ورفع الاستعداد بعد كده ينزلوا دلوقتي ده ليه علاقة بإجراءات الدول ما لها علاقة بالعدوى ما بين الناس العدوى من الناس قلت فعلا احنا النسب أقل وده برضو اللي ساعد إن احنا نقلل السياسة الصحية ولكن هو لسه فيه وفيات صحيح هنزلت بقيت قريبة من معدلات الأنفلونزا بس هو برضو ما ترفعش تماما هو حاليا مصنف كمرض متوطن إنه ما يبقى مرض متوطن هو زي وزي أمراض موجودة حاليا محتاجة رفع درجة الاستعداد ولكن مش القصوى احنا كنا في آخر مرحلة تماما احنا نزلناها حاجة بسيطة عشان برضو الناس متبقاش فاكرة إنها تلغت يعني ما مش هيبقى فيه أصلا درجات استعداد ولسه مثلا في الهند حاليا هيبقى فيه إجراءات إلزامية بالماسك زي من ثلاث سنين كده فبالتالي كل ما هيبقى فيه دولة عندها مشكلة متوطنة عندها تتطلب إجراءاتها هيبقى فيه الإجراءات برضو بس هتبقى إجراءات دولة مش إجراءة عالمية للدول كلها محتاجة تلتزم بها دكتور إسلام هارجع للسؤال طول الوقت بنشوفه على سوشال ميديا وفيه ناس بالحياة يعني بتدلي بدلوها فيه وخاني أعرف الإجابة العلمية من حضرتك كورونا مش مرت جديد جدر الأرود مش مرت جديد كلها كانت حاجات بالفعل موجودة فجأة تحورت بشكل أكبر فتحورت زي ما شفنا بقت درجة قطورة قصوى هل ممكن بعد تخفيض السياسة الصحية ممكن مرة أخرى يحصل أو يظهر متحول لكورونا زي ما حصل قبل كده هو هيحصل يعني خلال نقول هيحصل تحورات هيحصل تحورات يعني بس كانت تحورات أضعف وطول الوقت حصل تحورات لكورونا بس كانت بعيفة بالضبط كده وغالباً اللي هيحصل تاني هو تحور برضو ولكن هيبقى أكثر انتشاراً وأقل تأثيراً أو أقل شراسك برضو يعني هي الفكرة كلها في فكرة التحور في إيه كل ما بيحصل إصابة ما بين شخص يعد شخص سليم فرصة الفيروس أنه يتحور لأن الفيروس عايز يعيش عايز يكمل في دورته فبيغير البروز اللي عليها تتغير الجسم بعد شوية بعفش يتعرف على البروز دي في التحور لكن في عندنا نوع تاني من المناعة اللي هو التسل ده يقدر يتعرف عليه فبالتالي التحور إلى حد ما دلوقتي وصلنا لمرحلة بيسموها التحور الآمن إحنا عارفنا النمط للتحول اللي كورونا عامل إزاي من خلال طبعا دلتا كان أوحش تحور حصل من بعد دلتا لغاية دلوقتي التحور كان الحمد لله للأكثر انتشار من الأقل شراسك فقط فبالتالي إحنا في السيف سايد إلى حد ما هل هنسمع عن أوبئة جديدة بما أننا تكلمنا عن بيت الحياة إحنا بقينا مهتمين بالأمراض والفيروسات أكتر من الأول فأنا دايما في حد مثلا يكلمني ده فيه فيروس ماربوب لسه طوال جديد لا قديم جدا بس إحنا بقينا بنسلط الضوء على الأمراض والأوبئة بعد اللي شفنا من كورونا وده حاجة مش وحش حاجة وويسة نحن نبتين نهتم حتى بالبحث العلمي خصوصا في أفرقيا طيب ده عظيم جدا كان بعد ما كورونا هديت عندنا كتير في بعض الناس كانت بتشتكي أنها سايبة عندهم بعض الأعراض هل لسه لحد دلوقتي في ناس بتشتكي أن كورونا سابت لهم أعراض يعني مثلا لو حد جاء الكورونا من بدايتها مثلا يعني فات عليه سنتين سنتين ونص لسه في ناس عندها أعراض لحد دلوقتي لو كانت الإصابة من سنتين ونص لو كانت فقط اللي هي بوست كوفيد سندروم أو أعراض متلازمة ما بعد التعافي من كورونا غالبا راحت هي بتقعد في حدود ستة شهور لمدة سنة تقريبا خصوصا الوهن الوهن المزمن كوروناك فاتيج إذا الشخص حاسس أنه على طول همدان على طول مش قادر يتحرك أوقات مع بعض الناس بتتريجر أو بتطلع من جسمهم مرض ما كانش هيظهر دلوقتي كان هيظهر في المستقبل ليه طلع دلوقتي فدي شفناها مثلا في ناس جاء لهم السكر بعد التعافي ده مش معناه أنه جاء له السكر بسببه يعني ظهر عليه أكتر بتدينا نشوفها في أمراض مناعية الناس بتدينا يجي لها روماتويد أرترايتس وهكذا وخلافه دي نسبة قليلة قبل الحمد لله نسب الناس اللي جاء لها بقى مشاكل في الدم والتجلطات وخلافه ولو كانت يعني الإصابة قوية جدا أوقات بتسيب يعني ضرر مستمر معظم الحالات الضرر بيروح تاني في خلال ستة شهور هي العلاج بتاعها أن واحد يحاول يرجع لروتين بتاعه وقد ما يقدر ابتدى بقى فيه عيادات على المستوى العالم عيادات ما بعد التعافي من كورونا لسه في الشرق الأوسط مفيش قوي التخصص ده ولكن يعني مع متهيألي مع الفترة اللي جاية لو ابتدت الأعراض دي مع خصوصاً أنه مجبولون أن أومي كرون والمتحور الجديد أعراض ما بعد التعافي بتاعته رخمة شوية ممكن نبتدى نلاقي العيادات دي موجودة في الشرق الأوسط دكتور في نفس السياق برضو كان في حديث عن فكرة أنه ما بعد التعافي من كورونا أحياناً بيحصل التهاب في عضرة القلب أو بيحصل في حاجة لي متعلقة بالقلب فبتؤدي إلى يعني بيحصل مشكلة في القلب أو بيحصل لقدر الله بتصل للوفاة طيب هو التهاب الغشاء للقلب نفسه دي بتحصل مع أي إصابة قوي يعني أي حد بيجي له إنفكشن قوي حتى لو أنتلوانزة قوية واضطر أنه جاله نيمونيا مثلاً تاب رؤوي ودخل المستشفى ده بيخلي الجسم يطلع من ضدات أجسام زيادة عن اللزوم فبتدي بقى فيه عصفة مناعية دي ممكن تصيب أي عضو في الجسم فغالباً الناس اللي بيجي لهم مشاكل في القلب ده حتى بنشوفه عند الأطفال اللي بيجي لهم أنتلوانزة قوية وكده يجي لهم التبرئة ويقول القلب بتاع تأثر فهو بيبقى بسبب المشاط المناع القوي اللي حصل من طفاقهم الإصابة إصابة قوي جداً ارتباطها ما بيبقاش ارتباط قوي بالفيروس مش بالفيروس نفسه قد ماه أن الجهاز المناعي بتاع الجسم اضطر إن هو يطلع يحصل فوران في المناعة وتوصل لأجزاء ما كانش المفروض يوصل لها الجهاز المناعي زي الأخشية بتاعة القلب مثلا الريليشن أكتر اللي اللي لسه طلع حديثاً هي هل فيه ارتباط ما بين لقاحات معينة وما بين الجلطات وما بين برضو التعب في أخشية القلب كان مرتبطة بالإماراني باللقاحات اللي تشتغل على الإماراني وكانت النسبة بتاعتها طفيفة للغاية في الرجال فقط مش النساء أقل من 40 سنة بس النسبة ما كانتش بيسموها نسبة ضائلة أنها ينفع نعمل عليها إحصاء مش سجنافة كانت يعني طيب ده عظيم جداً كده أول ما ظهرت اللقاحات بعد فيروس كورونا على طول الناس كلها كنت بتجري عشان تاخد اللقاحات في جرعة تانية جرعة عزيزية يعني خلاص دلوقتي يبقى فيش في حد ياخد اللقاحات هل إحنا دلوقتي في حاجة وبالمناسبة في التوقيت ده قالوا أنه اللقاحات بعد كتبها زي بتاعت الانفلونزا اللي هي موسمية كل سنة موسمية هل ده لسه موجود؟ أنا مش شايف فيه ناس تاخد اللقاحات بصراحة هو اللقاحات على مستوى نحن نتكلم على مستوى العالمي يعني ابتدى يبقى فيه توجه أن هي تبقى موسمية فعلاً يعني سوسترا لسه منزلة بيانة أنها بتنصح أن الناس كل موسم مش في الصيف ومش في الربيع أنه يوم ما ياخدوا الفاكسين فهيعملوه مع لقاح الانفلونزا في أول الشتر وقالوا أن لسه كمان حتى هيكرروا إذا كان هيبقى إلزامي أو لأ لما نبتدي نقرب على فاصل الشتر فبالتالي فيه توجه عالمي على أن اللقاحات تبقى موسمية فيه توجه عالمي على أن اللقاحات تبقى لفئات معينة إلزامية وبقيت الناس اختياري كبار السن أي حد فيه 65 سنة أمريكا كان عادة بتفرض على الكوادر الطبية زي ما بتفرض أنفلونزا اللقاح الأنفلونزا هو بالإكبار لكل الكوادر الطبية هبقى برضه لقاح كورونا أي شخص عنده مرض مزمن أو عنده مرض مناعي أو بياخد أدوية مصبتة للمناع دول غالبا هيبقى إلزامي بالنسبة لهم لأن طبعا من الستادي اللي كانت طلع مؤخرا من ولاية تيوتا كانوا عاملين دراسة على الوفيات ما بين اللي واخدين اللقاح واخدين بوستر واللي ماخدوش أصل فلو أن الواخدين لقاح جرعتين حتى لو من زمان نسب الوفيات قلت 60% الواخدين البوستر نزلت 90% أقل فبالتالي هي الحمد لله هي بتمنع الوفاة بالنسبة عالية حتى لو كانت نسبة الدخول المستشفى أعلى شوية ما لهاش علاقة طوام للإصابة كلهم يجي لهم إصابة بس مهم أنه يجي لإصابة خفيفة فبالتالي نتوقع يعني على بداية الشتح يبقى فيه موجة من تلقيح البوستر للفئة اللي احنا لساقنا هل نفهم من إعلام منظمة الصحة العالمية أنه دلوقتي على كل دولة أنها تواصل التعامل مع أو مكافحة فيروس كورونا على حدة حسب طريقتها أو حسب رؤيتها ده صحيح يعني خلاص لما يبقى فيه رفع درجة الاستعداد القصوى يبقى فيه سياسة صحية موحدة للعالم يبقى فيه بروتوكولات بتنزل كل فترة للعلاجات يبقى فيه سياسات الصفر بتنزل على مستوى العالم في السفر بمن الدول دلوقتي يبقى أنه مرض متوطن يعني زي وزي مثلا المالاريا مثلا في أفروكيا زي وزي البلاد اللي بتعاني مثلا من بيروسات الحمى النسفية أنا عندي فيروس محتاج أن السياسة الصحية الداخلية للدول هي اللي يتعامل معا إحنا نبتدي نشوف هل محتاجين PCR من حد جاي من بره أو لا هل محتاجين بقى فيه فحص هل دخول الأماكن بعد كده المزدحمة محتاج أنه يبقى الشخص عنده لقاح ومعندهش لقاح اللي كلنا نزلناها والQR كود بتاعت الصفر والحاجات دي كلها غالبا مش هيبقى ليها لازمة في الفترة اللي جاية طبعا يعني هل هيبقى فيه سياسة صحية خصيصا لكوفيد حتى جوه الدول متى هل هيتخش تحت كل الأمراض المعادية زيها زي الأنفلونزا مش هيبقى ليها تاني لجان إحنا طبعا كان عندنا كمية اجتماعات للجان كورونا على مستوى العالم وفي مصر غالبا الكلام ده كله هيقل جدا نفترة الجاية وحضر بتتكلم دلوقتي أنا بفتكر أول لقاءاتنا في أواخر 2019 أول ما بدأ الكورونا يظهر بقى وبداية 2020 تقريبا وسجلنا حالة لا ده بقوا حالتين ده في حالة مش عارف المحافظة بالحالة وبعد شوية الموضوع انتشر قفلنا المساجد وأي مكان فيه تجمعات مفيش تجمعات وانت راكب مواصلات عامة لازم يكون فيه ماسك وانت في مكان مش عارف ايه وفيه غرامات يعني احنا عمليين نسترجع هذه رحلة اه يعني دلوقتي احنا بقينا مثلا نشوف واحد لابس ماسك مثلا دلوقتي نادر خف من النوع اه اكيد في حاجة اكيد انت وارك حاجة او للأسف احنا السياسة دي ما احنا نعينا نعيار اول حاجة خلينا اقول لي انا واحد مبسوطا والبوس كمان والسلامات والأحضان والسلامات والأحضان اه طب يعني يعني احنا مبسوطين الحمد لله ان الرحلة دي عدت على خير يعني الرحلة صعبة قوي اه صعبة جدا اه اسف يعني وبأرشيف القناة الاولى يعني انا مبسوط ان احنا عدنا بكل المراحل دي كده وبكل التحورات بكل الاحداث فالحمد لله الجزء الخاص بالمسك اه نفسي يكون موجود كثقافة يعني الشخص اللي عنده برد لبس ماسك الثقافة دي موجودة في شرق اسيا موجودة في دول كتير جدا ومش مستغربة يعني حد يخش المترو لبس ماسك ماشي ده شخص جيد ان هو عايز يحافظ على الناس الحواليه بحتاج ان انا بقى مبسوط من التصرف ده لان الناس غالبوا بتتنمر دلوقتي يعني بلبس ماسك السلام والأحضان حتى ايضا في بعض البلاد عندهم كالتور هو لو عنده برد ما بيسلمش بالإيد والناس ما تزعلش خلص الناس خد باني ده فيها ريسباكت يعني هو كده بيحترمني وخايف علي مش العكس احنا انا ممكن نزعل لو حد مد إيده احنا بنرمي نفسينا وخلص عشيخ صلوق ده لا ده ساعاتا افكر حد مسلا ما يسلمش قول مش هسلم عشان عندي برد لا والله أبدا يا روكش ولا همك انا دي كنت بسمحها كتير ان يعني انا يعني بحبك عاديك يعني محتاجين فيه أرابع فيه عشرة يعني محتاجين ان الثقافة دي تكون موجودة خصوصا ان نزلات البرد بيت اقوى من قبل كده يعني فيه دراسات برضو السنة الفات لو اخدت بالكم في الشتاء كان نزلات البرد والأنفلونزا قوي فلو الثقافة دي بتدت تبقى موجودة متهيئة لنممكن حتى نعدي دايما المواسم بنسب إصاباته ونسب طفاكم للأصابة أقل يعني كنا طول الوقت بنطرح تساؤلات وكنا طول الوقت كنا بنسأل امتى ممكن نوصل للمرحلة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي امتى ممكن نسمع هذا الأعلان لمنظمة الصحة العالمية انه خلاص كورونا يعني طبعا الخطورة ما انتهتش تماما ولكن قلت الخطورة بشكل كبير جدا كنا بنحلم باليوم ده كنا بنحلم امتى يبقى فيه تطايمات امتى يبقى فيه علاج لكورونا امتى نقدر نتعافق او نتعايش حتى مع فيروس كورونا والحمد لله وصلنا لها وطبعا يعني انت كنت شريك معانا تمامين في الرحلة دي دكتور اسلام دايما نضيفها دي زعني في صباح الخير مرسي ورنا دايما شكرا لحضراتكم على التغطية جميلة خلال السنتين ونص اللي فاتت شكرا لك دكتور اسلام عنان أستاذ القصوديات الصحة وعلم انتشار الأوباء نورتنا في صباح الخير مصر